ناخد الآن مع بعض مثال يعمل في أحد العنابر الانتاجية في المصنع الحديث ثلاثة عمال انتاج هما ألف وباء وجيم وعاملتا خدمات هما سين وصاد تحت إشراف رئيس العمالية وفيما يلي بيانات عن ساعات عملهم في الأسبوع المنتهي في تاريخ 7-4 لعام 2006 أعطان جدول الآتي من يوم السبت ليوم الخميس تمام وساعات العمل لكل عامل بالنسبة لألف وباء وجيم والعاملتين سين وصاد والمشرف اللي هو رئيس العمال وعطاني المعلومات الموجودة أمامي من حيث اللي هو معدل ساعات العمل الرسمي والأجر عامل الانتاج والعلاوة وكذلك أجر العامل اليومي والأعذار المقبولة وغير المقبولة وكذلك الاستقطاعات الضريبية والدمغات وما إلى ذلك طيب شوفوا المطلوب مع بعض قال لي واحد تصوير كشف أجور أفراد هذا العنبر الإنتاجي عن الأسبوع المنتهي في تاريخ 7-4 لعام 2006 الاستقطاعات رقم العامل الأجر العادي وعلاوة الزمن الإضافي ومنح ومكافآت والجملة أو الإجمالي تمام وبعدين عندي هنا الاستقطاعات هيكون فيها ضرائب الدخل الشخصي والتأمينات وضرائب دمغة وإجمال الاستقطاعات والصافي المستحق طيب نبدأ بالعامل ألف من هنا أنا شغال أنا عن استحقاقات أجي عند العامل ألف بالنسبة للأجر العادي تمام طيب الآن بداية الأجر العادي عند الزمن الزمن المحسوب لهذا العامل خلال أيام الأسبوع كم طلع؟ من وين جبت التسعة وأربعين؟ التسعة وأربعين هذه جبتها من خلال الجدول المعطالي شوف معايا العامل ألف هذا هو العامل ألف أجمع ساعات عمله خلال الأسبوع وشوف كم طلعت معايا؟ تسعة وأربعين ساعة طيب أحط في بالي تسعة وأربعين ساعة تمام وأشوف الملاحظة اللي هنا أن معدل ساعات العمل الرسمي ثمان ساعات تمام وأرجع للجدول إذن لما أجي أقول ست أيام في الأسبوع مضروبة في ثمان ساعات حيطلع معي ثمانية وأربعين ساعة ولكن العامل ألف اشتغل خلال الأسبوع تسعة وأربعين ساعة إذن هذه هنا إيش أقول تسعة وأربعين مضروبة في ثمانية المعدل تمام هل يطلع معي كم؟ المعدل إيش هو؟ معدل أجر العامل لإنتاج خلال الساعة ثمانية ريال إذن تسعة وأربعين ساعة عاملها العامل خلال الأسبوع مضروبة في ثمانية ريال أجر الساعة يساوي كم؟ تسعة وثلاثين ألف ومائتين ريال طيب الآن أعطاني ملاحظة قال لي وأن معدل علاوة الزمن الإضافي خمسة وعشرين بالمية من معدل أجر الزمن العادي يعني الآن الزمن الأجر العادي كم؟ ثمانية ريال في الساعة أضربها في خمسة وعشرين في المية أحصل على علاوة الزمن الإضافي كم حتطلع معايا؟ ثمانية مضروبة في خمسة وعشرين في المية حيطلع عندي مائتين ريال لكل ساعة عمل إضافي تسمى علاوة الزمن الإضافي إذن آجي هنا أيضا في الاستحقاقات وأقول علاوة الزمن الإضافي الزمن الفعل المفروض يشتغل العامل ثمان ساعات في اليوم مضروبة في ست أيام في الأسبوع حيطلع لي ثمانية واربعين ساعة ولكن العامل يشتغل كم تسعة واربعين ساعة إذن هناك ساعة عمل إضافي وتندرج تحت علاوة الزمن الإضافي يعني أنا بحسب الساعة بالمعدل وبعدين بحسب له فوقيها خمسة وعشرين في المية من معدل الأجر اليومي هقول واحد أنا عندي ثمانية واربعين ولو اشتغل تسعة واربعين إذن الفارق ساعة واحدة مضروبة في المعدل المعدل من فين جبته كل ثمانية مضروبة في خمسة وعشرين في المية هيطلع لي مائتين ريال مضروبة في مائتين إذن المبلغ كم يساوي مائتين ريال طيب نيجي للمنح بالنسبة للعامل ألف تمام نشوف إيش البيانات اللي أعطانا إياها في هذا المثال قال أنه يوم العطلة تمنح المنشأة العاملين أجر يوم العطلة الأسبوعية كاملا إذن يوم العطلة الأسبوعية يندرج تحت المنح كيف أحسبها طيب أنه أنا عندي في اليوم ثمان ساعات عمل ممتاز طيب وأجر الساعة بالنسبة للعامل ثمانمائة ريال إذن حقول ثمانمائة مضروبة في ثمانية ثمانمائة للساعة وعندي ساعات العمل الرسمي ثمان ساعات في اليوم إذن ثمانمائة في ثمانية حيطلع لي كم ستة آلاف وأربعمائة ريال هذا اللي بيحصل عليه يوم الجمعة كأنه يشتغل يوم طبيعي إذن هذا ضمن المنح بعدين أجر إيش للجملة حقول تسعة وثلاثين ألف ومائتين زائدا مائتين اللي هي علاوة الزمن الإضافة نعرفنا كيف حصلنا عليها مش أجر مثلا أقول هنا ثمانية وأربعين مضروبة في ثمانمائة لا أنا أحسب تسعة واربعين ساعة كلها اللي اشتغلها وبعدين الساعة هذه يعني بدل ما ياخد عليها ساعة ثمانمائة ريال لا أخذ عليها ساعة وربع إذن أحسب الربع هذا الزيادة اللي هي علاوة الزمن الإضافة إذن تسعة وثلاثين ألف ومائتين زائدا مائتين زائدا المنح ستة آلاف وأربعمائة حيطلع للإجمال لما أجمعهم خمسة واربعين ألف وثمانمائة ريال ما تخص العامل ألف خلال الأسبوع طيب أنا الآن بشتغل على عامل عامل إذن الآن خلص بالاستحقاقات اللي هي فيها الأجر العادي وعلاوة الزمن الإضافي والمنح وإذا كان هناك مكافآت يتم إثباته ولكن ليس له مكافأة لهذا العامل إطلع للجملة أجل الاستقطاعات عند ضرائب الدخل الشخصي الاستقطاعات يعني يستبعد من راتب الموظف أو العامل تمام نشوف إيش أعطاني بيانات عن الضرائب قال لي يتم أهو في النقطة رقم 8 قال لي يتم استقطاع 2% من إجمال المستحق نظير ضرائب الدخل الشخصي و2% من الأجر العادي فقط نظير التأمينات إذن آجي هنا عن ضرائب الدخل الشخصي تمام وأقول 2% من إجمال المستحق إذن 45800 من إجمال المستحق مضروبة في 2% كم هيعطيني لما أحسبها يحسب مع بعض أيو 916 ريال طيب نكمل العبارة نقطة رقم 8 و2% من الأجر العادي فقط فقط أجر العادي فقط نظير التأمينات فين الأجر العادي أيوة هذا هو العام الألف 39 3212 أضربها في 2% كم حيطلع معايا 784 ريال إذن أنا عرفت كيف أحسب الضرائب ضرائب الدخل من الجملة والتأمينات من الأجر العادي طيب إيش عندي كمان استقطاعات عندي ضرائب دمغة تمام ضرائب دمغة هل أعطاني عنها معلومات أيوة قال لي رقم 9 يتم استقطاع 1 ريال ضريب الدمغة عن صرف الأجور لكل عام إذن أكتب هنا 1 ريال وأجي هنا أكتب إيش إجمالي الاستقطاعات يعني أقول 916 ريال زائدا 784 ريال زائدا 1 ريال كم حيط على الإجمالي 1700 و 1 ريال في الخانة الأخيرة إيش رح أعمل الصافي المستحق كيف رح يكون معي هنيجي هنا عند الجملة 45800 ريال بص همسك هذا العمود وهذا العمود عشان إيش أحصل على صافي المستحق الجملة ناقصا إجمالي الاستقطاعات هيعطيني الصافي المستحق 5800 ناقصا 1701 ريال هيعطيني 44099 ريال طيب نيجي عندي العام الباء بنفس الطريقة أشوف ساعات العمل التي عملها خلال الأسبوع نشوف مع بعض ساعات هذا العام الباء أجمع ساعات العمل المتعلقة للأسبوع عنده وشوف كم تطلع لما أجمعها بتطلع عندي كم 39 ساعة آجي هنا وحط الزمن 39 ساعة طيب أجر الساعة قال لأنه معدل أجر العام أنا شغال على العمال 800 ريال 39 مضروبه في 800 هيعطيني 31 ألف ومائتين طيب هل هناك زمن إضافي عمله العامل لا ما في زمن إضافي ليش لأنه الزمن المفروض يعمل العامل 48 ساعة فإذا زال عن 48 ساعة هناك علاوة الزمن إضافي ليش لأنه عندي العمل الرسمي 8 ساعات وست أيام في الأسبوع إذن 48 ساعة تمام فإذا زال عن 48 ساعة يحتسب له علاوة ولكن العامل باء ماله علاوة إذن العلاوة خلاص ما هيكون له علاوة المنح أها المنح كله 6400 ليش لأنه الملاحظة هذه تمنح المنشأة العاملين أجر يوم العطلة الأسبوعية كاملا إذن كيف احتسبه زي ما احتسبنا قبل شوي 8 ساعات عمل رسمي كامل مضروبه في أجر الساعة 800 ريال حيطلع لي 6400 ريال أجي هنا عند المكافآت هل عنده مكافآت في المعطيات عندي أشوف لا ما في أي مكافآت إذن مش هيكون في مكافآت وبعدين أشوف 31200 زائدا 6400 حيطلع لي كامل إجمالي 37600 ريال بعدين أجي أحسب ضرائب الدخل الشخصي أحنا قلنا من هنا نحسب ضرائب الدخل الشخصي تستقع من إجمال المستحق فين إجمال المستحق هنا هذا هو العام الباء 37600 أضربها في 2% هيعطيني كم هنا ضرب 2% هتعطيني 752 ريال تمام طيب التأمينات إحنا قلنا من وين نستقطعها من الأجر العادي بقيمة كم أو بنسبة كم 2% إذن أجي عند الأجر العادي العام الباء 31200 أضربها في 2% هتعطيني كم 624 ريال طيب الدمغة نفس الفكرة لكل عامل يتم استقطاع 1 ريال تمام إذن إجمال الاستقطاعات كم هيكون 752 زائدا 624 زائدا 1 ريال هتعطيني 1377 ريال طيب نيجي للصاف المستحق أخذ الجملة بالنسبة للإستحقاقات وأستبعد منها الاستقطاعات تمام إذن 37600 أنا بمشي كده ناقصا 1377 هتعطيني الصاف المستحق 36223 ريال نيجي أيضا عند العام الجيم بنفس الآلية أشوف عنده ساعات العامل خلال الأسبوع من خلال الجدول السابق هيطلع معك 52 ساعة تمام ممتاز 52 ساعة طيب إحنا حكينا إنه الساعات خلال الأسبوع بالمعدل الرسمي 48 ساعة 8 ساعات في اليوم مضروبة في 6 أيام 6 أيام كم هيعطيني 48 ساعة لكل أسبوع طيب العام الجيم كم يشتغل 52 ساعة يعني كم عنده زمن إضافي هو اشتغله إذن حقول 48 تمام أطرحها من 52 أو أنا قصها من 52 حيطلع الفارق عندي أربع ساعات إذن إذن حقول 52 ساعة مضروبة في 800 ريال أجر العامل للساعة هيعطيني 41 1600 ريال تمام أهجع عندي العلاوة كيف حسبتها 48 أطرحها من 52 حيطلع للفارق أربع ساعات أربع مضروبة في مائتين ليش مائتين لأنه قال لي وأن معدل علاوة الزمن إضافي 25% من الأجر الزمن العادي إذن هيكون عندي 800 مضروبة في 25 إذن العلاوة ستكون 200 ريال حاجة هنا أقول حق 200 أربع في مائتين ثمانمائة ريال طيب المنح المنح 6400 ريال وإحنا عارفين كيف حصلنا عليها زي العام الألف والعام الباء العام الجيم أيضا في يوم الجمعة سوف يحصل على 6400 ريال والمتمثلة في ثبن ساعات عمل رسمي مضروبة في 800 أجر اليوم كامل تمام 8 في 800 ستكون 6400 المكافآت ليس هناك مكافآت إذن أشوف الإجمال 41600 زائد 800 زائد المنح نتمثل يوم الجمعة 6400 ستكون 48800 الآن عز الدارس لما يجي يكون هناك عندك عدد الساعات العامل الرسمي 48 ساعة وهناك زيادة في عدد الساعات مش يجي عند الأجر عادي تكتب 48 وتضربه 800 وبعدين نتيجة تكتب 4 لا احتسب لجميع الساعات التي عملها العامل بأجر الساعة وبعدين سيأخذ أجر إضافي اللي هو علاوة الزمن الإضافي متمثلة بالأربع ساعات الفارق يحصل على كل ساعة 200 ريال يعني 25% من الأجر تمام نستكمل نيجي لي الضرائب الدخل الشخصي في نفس الآلية اللي احنا اشتغلناها العامل الألف وباق عجع نجيم تمام من وين قال لي ضرائب الدخل الشخصي دائما لازم أنتبه ما أخربت الدخل الشخصي 2% من إيش من إجمال المستحق أو إجمال المستحق 48800 أضربها في 2% هيعطيني 976 طيب التأمينات من فيل أخذها أو استقطعها من إجمالي الأجر العادي الأجر العادي 41600 ضربتها في 2% أعطاني 832 ما أنسى أنه عندي ضرائب دمغة 1 ريال أجمع الاستقطاعات 976 زائدا 832 زائدا 1 ريال حيعطيني 1809 ريال بعدين أطلع صاف المستحق وإحنا عرفنا كيف الجملة 48800 ناقصا ناقصا 1809 ريال حيعطيني صاف المستحق 46991 ريال طيب الآن خلصت من عمال الإنتاج